أهلا بكم من جديد مشاهدنا إذن أنطار عدية ستخص المناطق الغربية إن شاء الله خلال يوم الغد بحول الله إذن إذرا بجوبي متوسط وسريع الفعالية إذن سيخص المناطق الغربية إن شاء الله خلال ظهيرة يوم الغد السبت بحول الله بكمية تتراح بين 15 إلى 20 مم محليا على كل من وهران سيدي بالعباس سعيدة كذلك غريزان شلف تنس مشرية نعامة والبيض إذن الأمطار محليا ستكون معتبرة خلال ظهيرة يوم الغد إن شاء الله السبت بحول الله تبقى تخص الأمطار طيلة يوم السبت إن شاء الله المناطق الغربية تستمر إلى غاية يوم الأحد بحول الله مع تسجيل أمطار متفرقة خلال يوم الأحد على المناطق الشرقية ككل من عناباس كيك دا جيج البجاية كذلك قسنطينا السوق أهرس باتنا باريكة وكذلك ببوسعادة الأمطار إن شاء الله للمناطق الشرقية خلال يومي الأحد والإثنين ستكون بكمية ضعيفة لكن خلال يوم الغد إن شاء الله خاصة بكل من سيدي بالعباس كذلك تلمسان وهران فيما يخص كذلك مشرية سعيدة نعامة البيض تيارة غليزان ستكون الأمطار بكميات معتبرة بحول الله إذن إسراب جوي متوسط النشاط سيخص المناطق الغربية إن شاء الله خلال يوم الغد السبت يوم الأحد الأمطار ستخص حتى الجنوب الغربي كومي البشار بن عباس نحو ولايتين دوف حسب توقعات طويلة المدى تؤكد على أنه فيما يخص غردايا زلفان المنيعة تقوت الوادي والمغير إن شاء الله بداية من يوم الاثنين ستشهد استمرار تساقط الأمطار الرعدية إلى غاية إن شاء الله نهاية الأسبوع المقبل بحول الله فيما يخص مشاهدين المناطق الشمالية على العموم وضايا الجوية ستكون مشمسة مستقرة دائما خلال الصباح الباكر سيتشكل الضباب الكتيف مع تساقط أمطار على فترات متقطعة إن شاء الله على السواحل الشرقية خلال الأحد ويوم الاثنين بحول الله للإشارة سيكون في هبوب رياح قوية على أغلب المناطق الشمالية هذا الاثراب الجوي مرفوق بهبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير زوابع رملية وبعض الغبار على المناطق الشمالية الزوابع رملية ستخص الولايات الجنوبية وسرعة الرياح تصل إن شاء الله إلى حوالي خمسين حتى ستين كيلومتر في ساعة ستكون بداية من يوم الغد السبت الأحد إلى غاية يوم الاثنين حول الله مع تسجيل تراجع خلال يوم الغد في درجات الحرارة القصوى خاصة على المناطق الغربية الآن سجلوا درجات حرارة مرتفعة تتراوح للعموم فيما يخص أغلب المناطق الغربية بين حوالي خمسة وعشرين إلى تنين وثلاثين درجة خلال يوم الغد ستنخفض تصل إن شاء الله إلى تمنتاشن درجة فقط بمعسكر وتلمسان عشرين درجة على الشلف غريزان عامة بالبيض تلاتة عشرين درجة وهران مستغان وعينتي موشن تمنتاشن درجة خلال يوم الغد الجزائر العاصمة عشرين درجة تيزي وزو البويرة رح سنشره إن شاء الله تسعة أشن درجة على قصنطين سطيف أم البواقي وبرج بورريج باتنا وخنش لا سترتفع قليلا مقارنة بنهار اليوم تقارب ثلاثة وعشرين درجة خلال يوم الغد إن شاء الله السبت الولايات الجنوبية ربعين درجة كعلى مقياس ببرج باجي مختار وإنجزان تسعة وثلاثين درجة بأدرار ربعين درجة كذلك بيتندوف وهذا كعلى مقياس بالنسبة لبشار بن عباس وعين الصفرة نحو غردائي زلفانة والمنيعة بين حوالي إن شاء الله 23 إلى 26 درجة بالنسبة لإليزي جانت وإنا ميناس 31 درجة وتامن راس ستقارب إن شاء الله في حدود 30 درجة الجوة ستكون جد باردة خلال الفترة الليلية والصباحية على أغلب المناطق الشمالية إذا تتراوح خلال مساء اليوم بين درجتين فقط إلى 7 درجات بالنسبة للمناطق الداخلية وكذلك السواحل الوطنية أكيد مع هبوب الرياح القبضة فبالتالي البحر سيكون إن شاء الله مصدرب على طول الشريط الساحلي بسرعة الرياح تقارب 50 كم في الساعة خاصة خلال ظاهرة يوم الغد على السواحل الوسطى 50 كم في الساعة 40 كم في الساعة على السواحل الشرقية وكذلك الغربية علو والأمواج يتراوح إن شاء الله بين المتر إلى الثلاث أمتر وإتجاه الأمواج سيكون إن شاء الله من غربي إلى شمال غربي على كافة السواحل الوطنية إذن مشاهدين الكرام اتراب جوي نشيطة متوسط الفعالية سيخوص المناطق الغربية خلال ظاهرة يوم الغد إن شاء الله السبت مع تسجيل تراجع ملحوط في درجات الحرارة الدنيا وكذلك القصوى على أغلب المناطق الشمالية أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر